اكد المقدم طبيب مناف القحطاني استشاري الأمراض المعدية في المستشفى العسكري أن لقاح فيروس كورونا المسجد يختلف عن اللقاحات الخاصة بالإنفلونزا الموسمية ولا تعرض بين اللقاحين مشيرا إلى عدم ضرورة ترك أيام بين أخذ اللقاحين فهما يشكلان سدا آمنا لتعزيز المناعة ضد كورونا والإنفلونزا الموسمية لا يوجد هناك تعارض ما بين أخذ اللقاح فيروس الكورونا مع اللقاح الإنفلونزا في السابق في 2020 كانت توهى في بداية جائحة الكورونا لم تكن هناك معلومات كافية عن اللقاحات فكنا نترك فاصل تقريبا أسبوع إلى أسبوعين ما بين اللقاحات الآن وبعد حصولنا على معلومات وفيرة وهناك دراسات متعددة آخرها الدراسة البريطانية وتوصيات خرجت من منظمة الصح العالمية وكذلك خرجت من لجنة التطعيمات الأمريكية ومركز الترصد اللي هو الـ CDC الأمريكي جميعهم أثبتت بأن أخذ اللقاحات مع بعض في نفس اليوم ليس هناك فيها أي مشاكل صحية ومن المهم أن الجهة المراقبة أن تراقب لظهور أي عوارض وطبعنا دائما ننصح بالأشخاص إذا ظهرت هناك أي عوارض عليهم الإبلاغ علشان يتم متابعة هذه الحالات ترجمة نانسي قنقر